يعد محور كبري طمع على النيل أحد أهم محاور التنمية الجديدة بمحافظة سهاج افتتح بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2018 وسهم هذا المحور في تقليل الزحام والحوادث المرورية كما أنه سهل أيضا عملية نقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة محور طمع أحد أبرز محاور تنمية الصعيد في مصر تم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي وتم افتتاحه في سبتمبر من عام 2018 وضم في مرحلته الأولى حارتين مروريتين وخمسة كباري وثمانية أنفاق وبتكلفة وصلت إلى 550 مليون جنيها ويمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى الطريق الزراعي الشرقي كما يساهم في نقل أكثر من نصف مليون مواطن يوميا من صوهاج إلى أسيوت والعكس ويساعد بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث على الطرق ويهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص عمل جديدة كما سهل عملية نقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة أما المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محور طمى فيبدأان من شرق الكبر المنيب إلى الطريق الزراعي الشرقي ومن غرب السكة الحديد إلى الطريق الصحراوي الغربي محور طمى يعكس اهتمامات الدولة بالمشروعات التنموية في صعيد مصر ويؤكد ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تنمية الصعيد والاهتمام به مع تفعيل كافة مشروعات البنية التحتية التي تخدم المجتمع وتساعد بشكل كبير في دفع عقلة التنمية ويتفق مع رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030